رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحابك شعب الأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفائي تعالي يا أخيّة في رحابي لنصعد صوب علياء السماء لنصعد صوب علياء السماء رحاب الطهر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان رمضانا الآن على الأبواب بل هو بيننا وفينا نشعر بسكينته ونتأمل نفهاته نعد الأيام لحفة له والشوق فينا قد تمكن ونحزن لعلمنا أن ضيفنا عجول فهل أعددنا العدة لأيام معدودة لنضع أساس خطتنا بإيمان ونشيد أركانها باحتساب ونصبر عليها بحسن التوكل على الله استجابة لرسائلكم التي وصلتنا معها رغبتكم الصادقة باستغلال الشهر الكريم خصصنا لكم هذه الحلقة لنخطط معا لشهر رمضان ونشترك في أسرار الحفاظ على الهمة العالية رفقة ضيفة البرنامج الدائمة المستشار الأسرية والتربوي الدكتور أهل السمير مرحبا بك دكتورة وكل عامل وأنت بخير ونحن نكاد وقال بقاوسين وأدنى من رمضان نسأل الله أن يبلغنا وإياكم وكل المسلمين كيف دكتورة أولا نجدد العهد مع الله ونصدق النوايا ونستجمع أكبر قدر من النوايا ليكتب الله لنا أكبر قدر من الأجور يتجي بسم الله والحمد لله والصوات والسلام على رسول الله بنهن الأمة الإسلامية ونقول الدعاء اللهم بلغنا رمضان حتى لو كان بأي يومين ولا بأي يوم نقول كده اللهم بلغنا رمضان محدش عارف ربنا هيبلغ رمضان ولا لا ولكن احنا بندع ربنا سبحانه وتعالى بلغنا رمضان ويبلغنا العمل الصالح في رمضان ويبلغنا الصيام والقيام وليلة القدر في رمضان وده البداية استقبال الشهر محتاج إعداد قلبي الإعداد القلبي انفتاح القلب للطاع خلاص أيام معدودة وساعات قليلة ويبقى بينك وبين الجنة خطوات ساعات قليلة وتفتح أبواب الجنان وتشم ريحة الجنة وتشم ريحة رمضان ورمضان الأهم في الهوى عبق معين يعرفوا أهل الناس اللي بتتفكر في الكلام ده فرح الدنيا كلها والدنيا كلها محور يعني يعني يقول مثلا رمضان والمسلمين والخلاف المسلمين والكون كله متغير في رمضان بسبب عزم الشهر والثوابات العظيمة للشهر وإن فعلا الشهر دوت شهر يعني فعلا خبى وخسر خبى وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له من سام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا الفكرة فيه موضوع إن أنا أستقبل الشهر أو النواية أو الكدائية المفروض قابليها بسطة شهور لكن إحنا نتكلم في حلقتنا في رجب وشعبان ولسا الحلقة اللي فاتت نتكلمها نغير إزاي ونكسر الروتين إزاي وإزاي ندخل على رمضان بقلب واعي مدرك متفتح بالنية يا رب أنا حيث طريقة ينادي منادي من قبل إن كانت أول ليلة في رمضان ونادي منادي من قبل الله هتسمحها بكرة يا بعد ويا بعد هتسمحها لازم تقول أنا عايز قلبي أسمع إن ده يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشهر أقصر أقصر الأمر ده محتاج إيه؟ محتاج مني إن أنا أقول أنا عايز أكون من أهل الخير فأعمل إيه؟ أنا عندي طعاط وعندي حاجات وعندي كذلك للأسف إحنا كنا فاهمين غلط والناس فاهم غلط إن رمضان هيبقى زيادة في الطعاط ويسبب زيادة في الإيمان لكن التداخل بصدق إيمان وهو ده اللي بتكمل عليه إيماناً واحتساباً للأجر والثواب للحسنات اللي هتعملها والطعاط وإيماناً سابق إيماناً ليه؟ عشان ما تقعش ما تجيش ثلاثة رمضان وربع رمضان وتلاقي نفسك وقعت لما انت داخل فاضي فعبال قلبك ما يستشعر الصلاة والفجر والقيام والقرآن وهكذا تقول لك إيه العيد بكرة قال لأ ده أنا لسه بقول ياهد ولسه قلبي بيقوم ولسه ما شاء قاودي جالها الحطة دعا لها تعد تعيط فهي الفكرة إن لأ أنا المفروض داخل بقلب واعي وبسابق عهد بإيماني اليومين الثلاثة اللي بقيين إنما الأعمال بالخواتيم اسمعوا كلامي إنما الأعمال بالخواتيم اختم شهر شعبان بعقد وعزم النية إن الله عز وجل يبلغنا رمضان ويبلغنا العمل الصالح في رمضان ويفغنا الطعاط ويعن عليها أقوله أمين النقطة الثانية المهمة في النواية إن أنا لازم النية بتاعتي ألاقي صدقها فعلي فعشان كده هي هتعم وهجاهد نفسي أيوه لا أعرف أعمل إيه وهتطلع نفسي من الغفلة كل الكلام اللي إحنا قلنا عليه بالمجاهدة مجاهدة الأمر يبقى واجب على الله سبحانه وتعالى ده هو اللي ربنا اللي قال ولذين جاهدوا فينا لا نهدينا هاي يديك السبر لكن ما تكسلش يا المشكلة نحنا نطلع نطلع ونعمل 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 تطلع عصابده بعد كده أم جاي نعم نعم إما أنتكس إما يأسي إما كده لا أيام معدودات ودايما لما تيجي نفسك تعملك في الأمر ده قل إيه يا رب أيام معدود يا رب أيام وحتروح يا رب أيام وتعمل ما هيبقى فيها إلا الأشر الفائز الحقيقي المنتبه من أول مغرب الله أكبر بداية أول ليلة في رمضان لآخر أزان مغرب في رمضان نعم هو ده المنتبه اللي حاتط أمره ملكيش دعوة بالمشحنات ملكيش دعوة بالملهيات ملكيش دعوة بالمشتتات ملكيش دعوة بالمشتتات ملكيش دعوة بعدي عن كل دول وركزي يا خطيك في رمضان أعمل إيه تأسيم اليوم في رمضان هيبقى إزاي طب أعمل الطاعة دي إزاي طب مستعك والوقت ما زمح قلنا بنحط الجدول ونقول إن شاء الله برضو المرد النهاردة في الحال أنهم جدول جديد نعم دكتورة كيف توفق المرأة المسلمة بين مسؤولياتها المتعددة كمسؤولة عن نفسها واحتياجاتها الجسدية من نوم وراحة وأطفالها والمواصل يعني واجبات صلة الأرحام والقرآن الذي لابد أن يأخذ أغلب اليوم كيف ترتب هذا وما الذي تستبعده ما الذي تعطيه نسبة أقل نعم تراك يا سيدة زمانة يعني بس أنا بزعل لما ألاقي ويقول لك إيه أصلا هنا في رمضان أنا علي وعليا وعليا لا 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 أنت عليك في رمضان طاعة وعبادة وأي حاجة تانية بعد كده بتبقى نفل بعدها عليك في رمضان طعام الطعام فرض إن أنا أعمل الحاجة وأولادي وكفيهم والكلام ده تمام بعمل هو مش 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 كسرت موائد بقى موائد وعمل أصناف وعشرون مية صنفة والأواكل والتنافس في الطعام والشرب والحلويات والبتاق وهي المادي المعدة قد كده هتاكل ايه ولا هتعمل ايه مش عايزين الكصص دي نوع واحد من الطعام يكفي كفاية الامر الدعاء والمواصبة على هدي النبي وانا هقول لكم شكل اليوم في رمضان هيكون ازاي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم ده هتتعابي وقلت نوم وبعدين وبعد كده ما تنامي بعدين هتزحي يعني انا علشان اجي النهاردة حلقة شوفي صحيين من امتة وعملين من امتة وجايين وبتاعوا فيه سافر كمان بالليل هسه تسع ساعات بقى اموات شوفي شوفي هسه كذا 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 وبعدين ارجع وليه مسافة ما هتنامي و هتزحي راح ويبقى القشن نعم هكذا الراكد دايما ما بيحصلش نعم اللي دايما بيدور على راحة نفسه في الدنيا ما بينجس اللي بينجس وبياخد حاجة وبيتعب وبتاع وكده بيشوف اثارها في السباح لدي في التعب سبحان الله ملاحة له فجر الامل هانت علي مشقة التكاليف سبحان الله بداية البدايات نعم ان كانت بدايتك يا ابني محرقة ان شاء الله نهايتك تكون مشرقة محرقة في التعب والامر وبتاع وعمل نفسك هو ده بس اجد لنفسي فرصة كبيرة عظيمة 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 الايام اللي جاي وفرصة في اليومين اللي بقيين دول ارجع لربنا وتوب اقول لي يا رب انا لجتلك في رجب ولا جتلك في شعبان تعال يا رب عد علي ستة الشرم ازاي السحابة اللي بيستعدوا باقي يومين اتقبلني يا رب انا جايلك بقلب خالص يا رب وقبلني وفتح لنا الطعط وجعل نعم بس اهم حاجة عشان كده اجابت سؤالك اه لا هتتحق اه اه مش هتنقى حقيقة انا هجزة هاخدع مش هاخدع بس يبقى لك حلوة الاجل فازة رمضان ان كتب من المعتقين كل يوم لله الف عطيق كل يوم وفي ليلة القدر الف الف عطيق في ليلة القدر عطيق يعني خلاص رقابتك مش داخلنا ربنا لما يعتق رقب عمره ما هيسرها تاني يا رب اجعلنا منهم يا رب اجعلنا من نتقاك من النار يا رب في رمضان اللهم امين يا رب ويجعله رمضان الخير والبرك وعد علينا رمضان سنين العديدة واعوام مديدة يا رب ويجعله كل افتاع اللهم امين امين يا رب دكتورة لو انتقلنا مثلا للجانب العملي هل هناك اثر نافع حقيقة بربط جدولي في رمضان مع اوقات الصلاة طيب شوفي موضوع الجدول ده بيحصل في حكتين ايبا انا بقولك بقى يعني ايه عثرت السنين بيحصل في حكتين يا اما بتعملي جدول تمام على التلاتين يوم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سجد ادت الصلاوات بعد الصلاة دوت ادي كده الف مثلا تسبيح وبعد الصلاة دوت قرأت مثلا جزء من القرآن يبقى انا عندي ألف تسبيح وقرأت جزء من القرآن وجرأت مثلا حتة مثلا من التفسير الفلاني او سمع درس مثلا ربع ساعة وهاكذا 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 فبتبقى مثلا ايه على الاقل الحصيلة خمس تلاف ذكر في اليوم مع القيامة يبقى ست تلاف ولو زودت عليهم لاربعة كمان يبقى تسعة تلاف تمام ادي كده خلصنا ادي القرآن انا حفظت تلات ايات وعملت تتدبره بتاعه مش عارفة مش عارفة مش عارفة حصيلة الاسبوع مثلا او حصيلة الشهر هتبقى مثلا جزء او جزئين الفكرة في كل الامور ديات ارفع سقف التوقعات فتيجي تنتكسي فتيقسم او انك تمشي على حاجة بسيطة فبرضو تبقى ماشي على ردم وتقول كان ممكن ابقى اكتر فانتي ما بين الجدوى اللي بتعمل ما بينت يعني الافراط قوي 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 ويرفع السقف التوقعات وما بين لا خلاصه ويقسم لا مش عايزين نيقس يعني انا اعرف ما لا يدرك كله لا يدرك كله عدى يوم مثلا متعبتي وما عدري بتيش تخلصي وردك والجدوى اللي انت عامله مثلا في واحدة مثلا بتقول انا حطى دورة في اليوم الفلانية عامله انا حطى مثلا في مع الاسبوع في ثلاث اسابيع هخلص دورة كزا وابتدي دورة كزا وحطي مثلا هخلص مثلا الامر كده المدخل مثلا صلفق او مثلا المدخل في مصطلح الحديث مثلا او البابين السهلين دول فتبقى حطى لنفسها رتمع عدى فبتاخدوا تاني يوم واضح طيب ما قدرتش اخدوا تاني يوم عشان الاعباء طيب انا المفروض كنت بنام 4 ساعات او 6 ساعات مثلا لو الناس اللي بتنام بقى يعني فبذل ما هيبقى مثلا 6 هيبقى 4 واخلي الساعتين دول كزا وبعدين تاني يوم هيبقى 5 ساعات فانا اليوم الساعة دي عوضتها تاني يوم هترجع تاني 6 ساعات نعم حساب العقل لان العقل ذات نفسه جاهل ما بيفرقش ما بين الحقيقة والخيام فاللالة بحطوا فيه وبقول هولو وبخلع له وبيصدق بس اهم حاجة ان احنا ذات نفسك ما تيقسيش من نفسك لكن فيه لازم جد طبعا لازم جد عشان اعرف انا فين واعرف اقايم نفسي ايه اللي ضع مني الاسبوع ده ايه اللي ضع مني اليوم دوت واستدركوا الاسبوع التاني يوم او الاسبوع اللي بعد يعني واحدة من الناس بعمل كل اسبوع لما يعني خلاص بقى كده لكن مثلا ناس لسه بدقة وبنصح كل البنات لا خليه جدو اليوم ما تخليش كل الاسبوع دول الناس اللي بقى لهم سنين بيتبقى عارفة وفاهمها بساستم حياتها والدنيا ومها كزا لكن انا لسه بدية لا اخليه كل يوم ومعيير انجاز كل يوم واللي خلاص اجيبه اليوم اللي بعد واللي كزا حطه في المهمة بعدية واقسموا 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 الدنيا هتبقى سهل دا ادارة طيب الامر التاني باركلي في الوقت يا رب باركلي في الوقت يا رب يعني مثلا قولي مثلا الجزء مثلا بياخد بياخد كامل الجزء مثلا قولي هياخد مثلا ادي ساعة لعشر دقايق تمام وبعدين هاخد معاه مثلا قولي ربع ساعة ولا تلت ساعة ذكر وبعدين هاخد معاه سماع درس او تلخيص مثلا محضرة معينة او تلخيص باب من الابواب يعني معكي ساعتين معكي ساعتين قولي مثلا ادي الظهر ودي العصر لان كده كده انت يا ام هتعملي بعد العصر ساعة ساعتين ودي ساعة أقولي أدي أكلها يتبقى لك نص ساعة هعودها قبل المغير هو كده فبتتأسم شوية حتى أنت دماغك بيجيب لأنك أنت دماغك متأسمة على الأمر فنصحتي البنات يخلي الجدوى اليومي يعني حتى هدف للشهر ومستهدف بس متبعدتها خليها يومي لو أنت لسه أول مرة تمشي في موضوع جدوى الرمضان نعم دكتورة نأتي لجانب آخر غير التخطيط هناك في العالم الكامل ملهيات كثيرة في شهر رمضان لا تساعد على تفرق المسلم ولا يعتبرون رمضان موسم ينبغي أن يتفرق له الإنسان مثلا هذا العام ستكون اختبارات نهاية السنة في شهر رمضان وهذا يعني حمل على الأم إذا كان الأطفال غير مكلفين الأم مكلفة وهي التي ستطبط درستهم وتتابعهم فسينشغل وقتها بهذا الجانب وسيأخذون حيزا منها كذلك الهاتف ومواقع التواصل من المشتدات كيف تتعامل أولا الأم مع موضوع إلزام الأبناء أو الأم العاملة وكذلك كيف تتعامل مع باقي الملهيات طيب موضوع تنظيم الوقت ده مهم جدا جدا وتأسيمه وموضوع التفريز اللي مش بياخد شهر يعني هو يوم هتفرزي التلاجة التفريز اللي هو نعم تضعي الأشياء مفرزة وأن أنا أعملها وحطها ولكياس أدي الخضار أدي الصلصات أدي اللحوم أدي حتى باللكياس بالعدد أدي الدجاج أدي التدبيلات شكرا لو في ناس مثلا زي في مصر وسيعملوا ما حاشي وبتاع بتقطع وبيتجاب على اللف وشكرا على كده لابت إن في واحدة بتحط الثواني ذات نفسها وترجع تد الله هتعمل يعني فده بياخد على الأقل يومين ثلاثة تمام كل ده بعمله قبل رمضان طيب في وقت الأمر أنا بشتغل باجي من الشغل بعمل الأكل بحطه وكده حتنامي ساعة لو هي كده وبعدين لازم أصحى اللي هي الساعة اللي قبل الفطار لازم فتنظيمة للوقت وتنظيمة للأمر اللي هيبقى خاص به عمال الفطار ذات نفسه ده المعياء وساعة واحدة بس أو نص ساعة بس رياح يجيفني عينك وقومي أدعي قبل صلاة المغرب لازم تدعي قبل صلاة المغرب قبل الإفطاب وأولادك يشوف الجزئية دي ده جزء طيب الجزء اللي خاص بقى مع الأولاد ذات نفسه لا يعني على الأقل إحنا عندنا قيمة بقولها مثلا على الفطار بنقوم مثلا بعد الفطار في غسل الموعين والكلام ده وتقسيم الموجبات على الأولاد لو كبر شوية أو لو الأم بتقوم وبعدين بنجهز مثلا لصلاة الترويح لو حننزله بننزله مثلا مع بعض أو لو الأولاد صغيرين فبيقسم الأب مثلا يعب بالأربع رقعات الأولانين وانت تنزيل الأربع رقعات التانية أو انت وصحباتك مثلا بتتفق وتأخذي لحد ييجي في البيت ما فيش أولاد ينزلوا ولا بتاعوا الدنيا برد والكلام ده تمام لو كبر وفاهمينوا عينوا عارفين أدب المسجد دينة بأخذهم معا بعد كده بيبقى على الأقل فيه من بعد التراح بتاع الساعة مش عارفة يأكلوا الكنافة والأطيف وبتاعه جدا ممكن نعملها مدارسة مثلا أو حننموها ونسحى على التلت الأخير ويبقى التلت مع الصحور مع رقعتين القيام مع الصلاة الفجر مع الجلسة بعد صلاة الفجر لحد الصلاة الضحن الجلسة دي هي اللي أنا بعودها مع أولادي أنا حتى 30 مستهدف لأولادك في رمضان 30 مستهدف بتلتين يوم خلق سلوك قيمة لطيفة من اللطائف معنى مهارة تدبر حديث ده اللي بعمله وبعد كده نصله الضحى وهيروح اللي هيروح واللي هينام له ساعة قبل الشغل هيروح واللي عنده دراسة وهكذا يبقى احنا على الأقل اللي جمعنا فوق 90% من الإنجازات ومحتور طيب أنا عندي المهارة العقلية هاخد فيها في الجانس أنا عندي الجزئية التدريب مسلا على طاعة جديدة المهارة اللي هو الضاد الروحي مسلا يبقى فيه جزء منه خاص به الضاد الروحي والزاد القلبي والزاد العقلي اللي هو خاص بالمعاني اللي تتلقيها ذات نفسية تدبر الايات ذات نفسية ان شاء الله تاخد صورة يبقى داعي عنوان رمضان الناس بتاخد صورة كل عشر تيام عشر تيام والتانيين هنتفق هنعتكف ازاي وازاي ان احنا نفيد وقت الاعتكاف وازاي الوقت بتاع ده هنوضي ازاي هالتفق على المكان طب مين هيجي ويراعي لو فيه صغيرين وبعدين نوازب طب ما انا عايز الايام الواترية طب انا عايز الايام الواترية بحيث ان احنا ننهل من خيركم الجدوى المطلوب مطلوب وان انا حط فيه وطريق التنظيم الوقت كامراءة عاملة او كام في قلب البيت او كتربوية برب سلوك مع اولادي كل ده فقط والله يا العظيم صدقين يا مونة الامر مش في رمضان بس واللي متعود قبل رمضان على كده هيسهل عليه الامر في رمضان نعم بس احنا بنقول رمضان فرصة عشان الاولاد حتى يحبوا الجو الجو الايماني الجو كذا امي عاملة بصمة في قلب الحاجة وحط اندى الفواليس بقى وانا قاعدين مش عارف يدول الصغيرين بنحبب في الشكل في السمت يلا خد ونزل فطر الناس خد اسئي الناس في المسجد عاملين عصير اسئي الناس ما بين صلاة التراوية الحاجات اللي هي بتخلي اولادنا ذاتنا فيهم يشاركوا في الفعل حيثوا فعلا شهر الجود والخير رمضان دكتورة اخيرا هناك وقت يعني يضيع من الصائمين وغالبا بسبب استهداف الاعلامي هذا الوقت وهو وقت ما بعد الافطار مباشرة يتم تصميم مسلسلات وبرامج خاصة وغالبا يغلب عليها الترفيه والضحك والكاميرا الخفية او حتى منقشة بعض القضايا السياسية بشكل ساخر فهذا الوقت غالبا يسرق وهو يكون يعني لابد ان يستعد فيه المسلم لصلاة التراويح وان يتخفف كيف تقاوم الاسرة ودور الام التربوي في هذا الجانب طيب خلينا نقول ان فيه مشتتات في رمضان ما ملهيت منها النت منها كده قاعدين كده مشوا على النت بالعشرمائة ساعة وده الجيل يعني الجيل القديم مثلا يمكن يتفرج شوية الموبايل جانبه شوية على التليفزيون شوية يكلم الناس شوية الجيل الكبير شوية لكن الجيل الجديد القديم ولكن الجيل الجديد لا هو موبايل قدامه ساق الموبايل قدامه محطّة الدنيا قدامه علاوة بقى على الدراما الدراما اللي بتتعمل مسلسل في رمضان درامي بحث sett Bin المسلسل يا قتل يا سلوكيات فاسدة يا اخطاء يا حاجات لا تصح من الاخلاق ولا من الفضائل ولا الكلام ده وبعدين يجبوا لك الحل اخر تلات دقايق في اخر حلقة في اليوم التلاتين في رمضان والعري والفساد والفسق والحوار الغير صحي الغير ادمي الزعيق اللي موجود والشقيق والصوت العالي كل الكلام ده جزء يا اما زي ما اصدتها هنا بتقول بتقول ان في برامج وفعلا شفت كده حتى برامج الطبخ يعني وايه كمية برامج الطبخ بالنهار دي واحنا صايمين يا صحيح ايه المصيبة امتنى او ان هو يبقى مثلا نوع من انواع يعني بسم الله الرحمن الرحيم المسابقات بالطرفيه والاغاني ومين بترقص ومين بتعمل وكأنهم بيستعدوا الرمضان بكل الحاجات الخليعة والمش محترمة عشان يطلعوا الناس برا انت مستهدف رمضان تطلعي ايمانا واحتسابا عندك تقوى بس لعلكم تتقون ده مستهدف الصيام نعم فما فيش تقوى بسبب كول الملهاد الحال تك 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 بتشيل القبلي كشنات في رمضان بتقفلي التلفزيون بتقفلي الحاجة وشكرا وقاعدين بيبقى الدنيا في البداية لكن بعد كده بتبقى تمام جدا ومتعولين بل بالعكس بيبقى في حوار وحياة وهكذا عمل دراسة على اللي ابن الطفل تقول لك ابني قبل الموبايل وابني بعد الموبايل يانها ربي يانها ربي يانها ربي يانها ربي يانها ربي يانها ربي الولد عدواني بطريقة غير عادية وضربه وتاع بعد ما كان هادي ولطيف ويدحك كده ويعمل كده طبيعي طفل طبيعي اللي ولد عنيف عدواني غير طبيعي والكاميرا مصورة ما بين البتاع تسوير 24 ساعة اللي هي معايشة اليوم لا يعني خطر رهيب بس لازم تنتبه له الأمهات نعم بزاك الله وخيرا دكتورة بارك الله فيما قلتي ننتقل الآن من فكرة استفسارات بريد الصفحة وصلتنا مجموعة من الأسئلة وقد أخذنا منها أيضا مجموعة لبأس بها سائلة تسأل وتقول أنا فتاة عمري 27 سنة زوجي كثير السفر يسافر سنتين ويزورنا شهرين تعبت وأنا أعيش لوحدي مع الأولاد مشكلة زوجي بخيل في مشاعري وأنا لدي احتياج أن أسمع كلاما يخفف كل هذا البعد أنا أخائف من الغلط وإبعد نفسي عن الضعف أمام أي شيء وأحافظ على صلاتي نصيحتك لي يا دكتورة يعني لخصيلي كده اللي قتلتها زوجها يأتيها مرتين شهرين كل سنتين وتعاني من مشكلة أنها حتى عندما يكون قريب لدي بخل عاطفي وهي تحتاج أن تتحصل على مناعة وخايف أنها تضعف عمري سوقت ذكرته؟ لا هي تقول عمري 27 سنة فقط وحافظ على صلاتي عندها أولاد؟ نعم هي عندها أولاد لكن لم تذكر العدد قال تعبت وأنا أعيش لوحدي مع أولادي يعني أنا ضد أن الرجل يتزوج ويسيب زوجته ويسافر الأمر مهما كان فيه تقوى وفيه حب وفيه تفاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبات الرجل الرجل ومش بيتجاوز علشان أنا كل شهرين كل سنتين أجي شهرين تحمل الست وتخلف وسافر يعني إيه ده؟ إيه الجواز اللي باللاسلك ده يعني ما ينفع أنا ضد الأمر ده ولو نسعى وسألنا أكتر من حد قال يسعى بكل السعي إن شاء الله ما يحوش إن شاء الله اللي يجيبه يصرفه أكله شربه وإقامه على على بيته وأولاده وتبقى الزوجة معين بس طيب ما فيش يبقى حط مستهدف عدد سنين معين أجي أعمل جيبيه المشروع وابقى مع زوجة يجبها ينرل نعم السائلة أخرى تقول السلام عليكم لدي أبنى عمرها 12 سنة طيبة وتخاف ربها وتحفظ من القرآن 20 جزءا لكنها تتعبني جدا في التعامل تتصرف كالأطفال أحيانا سنها كم؟ وتعيد الأخطاء بالرغم أنني أنبهها كثيرا وكل مرة تخبرني أنها نسيت مع أنها تتصرف أحيانا كالكبار كيف أتصرف معها؟ يعني هي ليس طفلة يعني تنجر سنة برضو هي تعمل معها يعني هي طفولة متأخرة وبداية مرحلة مراهقة مبكرة الفترة دي أتيت يا طفلة ليه نعملها؟ ما تعيش طفلتها وبعدين بتنسى تري أن نذكرها نربط التسكير بالأخطاء بحاجة معتنية معينة نربطها بحاجة حسية أو بحاجة بصرية أو بحاجة خاصة بالشم حس الشمع مثلا أو السمك الأمر اللي خاص يعني أنا حاسة أن أنت اللي محتاجة يبقى عندك صبرة أكتر من كده نعم يعني إصبري عليها أمه لسه صغيرين ولسه كده وقاق 12 سنة عقلة ومعاها الشيخ إن شاء الله تكتهد وتكمل وتختم وإنا عارفة أنك حريصة أنها تختم بس بالراحة بالراحة مرة بالتقطبة مرة بالأحضان مرة بالتحفيز مرة بالخروجة مرة برحلة بحيث أن البنت ذات نفسها تفرح والبنت يبقى عندها استقبال بحب للنصيحة اللي هي بدولها مش بتحس أن هي الزم عليها وأن هي كذا وهي كذا ودي من حسن المعلم خصوصة البنات يعني نعم السؤال الآخر تقول ابني عمره خمس سنوات يحب الرسوم المتحركة كثيرا خاصة القط والفقر لكن ألاحظ عليه بعد أن يتابع يكون عصبي ويعلي صوته ويضرب أخته وأحيانا يشتم ولكن بألفاظ عادية لكني أريده أن يكون محترما ولا يضايق أحد كيف أتصرف معه؟ يعني بس يا أستاذة مونة إحنا لسا أيلين إن المسلسلات الأفلام الكرتون الموبايلات كل الكلام ده بيعمل نوع من ضعف في الزكاء عند الولد ضعف في المهرات الاجتماعية ضعف في وسائل الاتصال ما عنده جغل هي وسيلة الاتصال واحدة بس وقاش ضعف حتى في مفردات اللغة مش عارف يعبر عن احتياجه صح فأمر طبيعي أن تبقى النرفزة والعصبية والغضب والعناد وعدم التفاهم والقلق الشديد وعدم التركيز كل كرامي أقولك ده عنده إيه دي الشديد؟ بتفرجيه؟ كان قاعد طول الوقت كان بيعمل إيه؟ ها؟ يتوحد يا عنده فرط حركة فهو الفجرة أن كنت محتاجة في الأول وفي الآخر اكتفام يتعامل إزاي مع الطفل ومنعي يعني اللي منعي وشاهتي بديل ما في بديل إسلام مسلسل لسه مكتشفة كده ببعث لك اللينك بتاعه توعفة جدا للأطفال واحد زي توركي ده يعني جميل جدا حتى اللغة حتى التعليقات بتاعتهم إيمانية نعم فليه ليه ليه ما ناخدش بديل وندور ونكتهد ونشوق ما فيش أنا أعمل أنا مسرح العرايس مسرح العرايس ده من أكف ده للحاجات اللي ممتعة جدا واللي بتخلي الأطفال مستمتعين منها قصة ومنها تحريك ومنها عرايس ومنها تقليد أسط ومنها هما كمان يشاركوا معايا يعني فيه حاجات بداء لكن إمناعي كل الكلام الفاضي دوت أصلا إيه قيمة اللي جاء من القط والفار إنه لو بيموت بروح قبر عليه صليب إن دايما القط اللي بيخبيس هو ده اللي انتو بتحبوه القط اللي هو المفروض إنه هو بيدفع عن البيت وده طبيعي فطرة فيه إنه هو ده الوحش والشرير يعني خلط مفاين برده جايبين برده مسلسلات برده قولك بتفرج على مستربين إيه كل الحاجات اللي بيعملها يا كذب يا خداع وبتتحكوا عليها يا مآلف الآخرين لأ يعني ده من الصح أنا أنا علم لو يقولك ده حاجة متحكة حاجة متحكة ولا متحكة ولا حاجة ده سلوك خاطئ تم مية في المية بنعلمه الأولادين بس أده الله سبحانه تعالى يليمهم آمين يا رب أيضا سائلة تسأل سؤال تربوي آخر تقول ابني عمره خمس سنوات لديه فرض في الحركة يتكلم كثيرا ولديه ضعف في أعصاب يده لا يستطيع كتب واجب الحضانة كيف أتصرف خمس سنين مفيش يمسك ألم ولا واجب ولا تقصر خمس سنين ده بيرسل مفيش حاجة اسمها ماسك ألم قبل سبع سنين خمس سنين ماسك بتاع التلوين بيرسم برا الخط جوه الخط ولسه يعني هو ده موضوع قالت ايه تاني لديه ضعف في أعصاب يده تمام دوت هو انت عشان بتضغط وفرض حركة طيب فرض الحركة دعلك بيستمر طول الحياة من الأمراض السلوكية للدواهم وستمر طول الحياة بيجري دايما بأكله بالجري بحفظه بالجري بيجري مش عارف ايه با وديله لعبة عشان يطلع طاقته فيها اتقبل ان انا ابني ما بيعرفش يركز في حاجة واحدة لمدة طويل طيب ابتدي يلعب رياضة يروح لمعالج سلوكي موضوع ضغط الأعصاب ذات نفسه انت ما ضغطيش عليه بمسك الألم ولا كتابة ألف وبقو والأرقام والحروف قبل سن ست سنين ضعف أصلا في أعصاب وده يروح طبيب طبعا ويشوف طبيب عزام وطبيب عليك طبيعي يشوف الأمر دوت ازاي ومتضغطيش على الفترة دي فترة التلوين ممنوع مسك الألم بطريقة احترافية في الفترة دي نعم ايضا سائلة تسأل سؤال تربوي آخر تقول ابني عمره 12 سنة تم تشخيصه من خمس سنوات بالتشتت ودرجة من التوحد أنا لا أعطيه التليفون إلا قليلا ومع ذلك هو يتحدث مع نفسه ويندمج باللعب لوحده وكأن معه أحد ويقوم بحركات غير سوية كيف أتعامل معه لأ لازم طبيب لازم طبيب بتعييسي طبعا سرعة الدماء والكهرباء وتعمل الموجات تعني كل التحاليل والحاجة وبتشوف ما دي الحاجة اللي معاه هل بينفع ان هو يعالجها يعني موضوع التشتت ده لا مش تشتت اللي هو جزء اللي خاص بالجزء من التوحد بيبقى ساعات له علاجه ومعالجات السلوكية والحركية والاجتماعية وبيديهم حاجات اللهم مبارك زي تمارين وتدريبات للسوشيال الاجتماعي وبيتغيره فهل هو دوت ونرفع نلحقه فلازم طبيب طبيب نفسي وطبيب سلوكي وطبيب له مخ وأعصاب عشان يعطيكي الحاجة تسيبش الأمر كتب سائلة تسأل وتقول أنا فتاة متزوجة وطالبة في الجامعة مشكلتي أني دائما مترددة في جميع قرارات حياتي حتى في الإجابة على أسئلة الامتحان أريد أن أحسم قراراتي وأثق في نفسي ماذا أفعل؟ لا توجد شيئا أسماء لا توجد شيئا نسماء مترددة في الامتحان أنت تأتي الأول إجابة على دماغك يكتبها هذه هي أجابة الصحة تحيل على عياني وبناتي أقول له علشان أول تقولك اول بتاع بدان شطبت وقيت لها ومن ذلك بعد أن أفتكرت أن أنت قلت كده وندمت أول إجابة تأتي لك حتى أعملته لا دعني عايزة أقول لك أني فيه مخ يقول معقول تكون الإجابة سهلة كده أكيد الإجابة الثانية محرفة لشكل تالي وتقوم جاية سايبة الصح وعمل حاجة معجزة لا يعني موضوع اتخاذ القرار والكلام ده طبعا بالتدريب عليه يعني مثلا اسلوب حل المشكلات طريقة اتخاذ القرار الصحيح امتى اخذ قرار معايير القرار ذات نفسه الكتاب وجي السنة ودي الايجابيات ودي الحاجات المفيدة في الحياة النفع العائد علي القريب او النفع المستقبلي على سنة او خمس سنين يعني دي ادارة اخذي الدورات دي تاني حاجة ايه المشكلة خدت قرار والغلطنا في قلم مش كمش احنا بشط مناخد قرار ونغلط المشكلة ونتعلم بس المرة الجاية ما نقعش في نفس الغلط وهكذا لكن يبقى عندها طبعا سكة ومرضور لنفسها ما يبقاش كده مرة في مرة بالتدريب هتتعلم نعم دكتورة ايضا سائلة اخرى تقول زوجي طلقني وانا الان في بيت اخ زوجي ولا اعرف كيف اتصرف وابنائي لديهم انتحانات وابنتي في الكلية كيف ادير اموري طالما روح تي بيت اخو زوجي خلا خوزوجي توسط في الموضوع لحد عيالك ما يخلصوا امتحاناته وبعدين عدوا قاعدة يعني وطلقها ورمى اليمين خلاص قال طلقني نعم نعم بيتدخلوا الدنيا وتشوفوا هل في سبيل الصلح والاتفاءات بس بعد الاولاد ما يخلصوا امتحانات عشان ما ينفعش الضر يبقى متعدي كده ودايما احنا بنقول يا جماعة ما ناخدش قرار طلق يبقى ضرر متعدي عالبيت وعالاولاد ما خدش قرار بالانفصال وهد بيت وهد اولاد ده كلام فاضي لكن في الاول وفي الاخر احنا بنحاول قدر المستطاع قدر المستطاع حكي طالما بيت اخوه حكي ما اخوه يخش ويصلح الدنيا ونقعد قاعدة ازاي نعمل فيها بس بعيد بعد امتحانات الاولاد عشو ما يتضرروش نعم شو ذاك الله خيره اختي احنا الاول بيعد ايه عشرين والله تقول اختي لا تحب لي الخير تحسدني على اي نعمة لدي وتتمنى زوالها اختها نعم بالرغم من انها كبيرة انا لا اريد كرها ولا ان احقد عليها كيف اتصرف معها يعني بيبقى صعب قوي ما بتبقى اخته وكده ما يمكن انتي فهمها غلط او يمكن هم اهلك مثلا بيفرقوا في المعاملة فانتي حاسة فهي حاسة بكده ساعات بتبقى حاسة انك انتي افضل منها واحلى منها وبتنجزي وبتنجح وهي مش كده فبتعمل والله بيبقوا مسكين يعني وخصوصا لو هي الاخت يعني اعودي معاها تطبي عليها واضق عليها بالحنان قولها مالك وتعالي مع بعض حاولي شاركيها حاولي اعطيها حاولي اديها نوع من الدعم لها والنفسيتها وكده علشان هي تنشغل بنفسها بالزبط اه يعني وانتشتغل تشوفي ايه 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 اللي مش يعني ايه اللي هي شايفان في نفسها فقدة ثقة فيه هل هي طريقة كلام هل طريقة تعبير عن الذات هل مهارات ومحتاجة تتعلم هل دراسة هل كذا شوفي وحاولي ساعديها بيبقى صعب ما يبقى اخوات صحيح بيبقى صعب لان الاخت سند وروح وسرك وهي صعدة موويل وحكاوي يعني نعم هذا الله سبحانه وتعالى يا ربي من عليها بالخير امين دكتورة ايضا سؤال اخير تقول ابني عمره عشر سنوات لديه تشتت في الانتباه مع انه ذكي وسريع البديهة كيف اتدارك الوضع تشتت الانتباه بقى مرض العصر تمام كده فطبعا احنا قلنا ده مرض سلوكي بيبقى علاجه بيبقى طول العمر بتاخد العلاج يعني بياخد الحبوب وبيوظب عليها بيلعب رباشة طلع طاقته اتقبل ان انا ابني ما بيعودش على تركيز في حاجة واحدة فحاول ان انا يبقى حتى المذاكرة او الحاجات التانية على اماكن متفرقة او هو بيجرأ او هو بيروح او هو بتنطط ما اقولش بيحفظه وبينطه وبيشعش هو طبيعي جدا فانت تقبلك لهذا الامر وبالراحة مرة في مرة ما بيعملش ما بيثبتش ما بيسويش اخد الحاجات اللي فيها تفكيرات بسرعة بسرعة موضوع الحفز ممكن الحفز هو بيعمل لكن بقدر مستطاعا نحاول نشغل العقل عشان هو العقل اصل وذات نفسه نشط 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 بس العلاج بيساعد كتير جدا يعني فوق الثمانين في المية من الهدوء والاستقرار بعد العلاج بس وطابع مع طبيب نعم دكتورها اخيرا نريد منك كلمة تواجهيها لامة الاسلام وهي تستقبل شهر رمضان وفيها الجريح وفيها الآمن وفيها الله في لذاته يعني الامة فيها ألسن وفيها عدة عروق يعني أعراق فما هو المقصد من رمضان أو ما هي اللفتة التي يمكن أن نلفت إليها أمة الإسلام في هذا خليف رمضان كل الأعراق والألسنة والأعراق اللي أنت قلت عليهم كل دول بيتجمعوا فوقت واحد يفطر صايمين نعم وعلى خط طول وعرضه خط جرينش ولا على يشماله ولا على يمينه كل خط طول وخط عرض في صلاة وقام في أزنبي وقام في ناس صايمة وبدفطر فالأرض كلها تعبد لله سبحانه وتعالى نعم أصلا المسيخ الدجال يطلع لما يلاقي نفسه خلاص كل أهدافه كلها مش بتتحقق فيسور غضبطه فيخرج فلما يحصل أنك تحس أنك أنت في كون متوازي عارف أنت كده نعبد ربنا كلنا في وقت واحد من فطرين في نوع من أنواع حتى على فكرة لما تروحي مثلا الناس في الغرب يقولك دلوقتي الناس حتى في الغرب بقوا متعودين ده شهر رمضان راعي للمسلم اللي موجود الأمة جريحة وده الله سبحانه وتعالى يلم الأمة يا رب قائد رشد يعز به أهل الطاعة يا رب الله ما أمن وانصر به الحق والمسلمين والمؤمنين ويحكم فينا شرع الله ما أمن الكلمة أننا كل واحد يعمل دوره كل واحد يعمل اللي عليه كل واحد يشوف دوره فين وربنا يريد منه أنا كأم ربنا يريد مني أنصر الإسلام والدين أفرح النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الناس اللي ضحوا بالإسلام في أول الإسلام وأنا دوري إيه دلوقتي الناس اللي بيضحوا دلوقتي في غزة وفلسطينة أنا دوري إيه دلوقتي كل الكلام ده كله في دوره وكل واحد في المكان اللي ربنا حطه فيها يعطي فيها لأمته ويعطي فيها الدين ويعطي فيها لدعوته أنا ممكن أعمل إيه؟ أم هربي زوجة هسعد زوجة تسعد وهكذا نقول الله سبحانه وتعالى يا رب يكرم الناس كلها اللهم أمين آمين يا رب جزاك الله وخيرا كل عام وأنت بخير دكتورة والأمة الإسلامية إن شاء الله كل عام وهي في أفضل حال من العوام التي سبقتها وإن شاء الله نصلي التراويح في الأعوام القادمة في بيت المقدس وفي البيت الحرام ونحن أعزاء من دون أي قيود من أعداء الله ومن دون استعلاء للظلم ولكل هذه الأشياء التي تؤدي المسلمين جزاكم الله خيرا نلقاكم إن شاء الله في رمضان على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رحام الطور والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحام الطور والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحامك شعب الأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفائي تعالي يا أخيات في رحابي لنصعد صوب علياء السماء لنصعد صوب علياء السماء رحام الطور والإيمان يسري على درب الهداية والنقائي رحام الطور والإيمان يسري بشكل صوب علياء السماء